يروي سكان الموصل أن تنظيم الدولة يستعد منذ أشهر للمعركة وتم بناء خط دفاعي منيع يصد تقدم أي قوات برية قد تحاول دخول الموصل حيث تم تحريك كافة الحواجز الإسمنتية من داخل الموصل إلى مداخل المدينة ومن أول التحصينات التي باشر بها التنظيم حفر خندق يحيط بمدينة الموصل لا زال العمل فيه مستمراً بعمق متر ونصف المتر وعرض متر ونصف المتر ويتوسطه حاجز إسمنتي ووفقاً لسكان المدينة فإن الحواجز وضعت في منطقة كوكاجلي شرق الموصل حيث المدخل للقادمين من أربيل وتمتد الحواجز على طريق ترابية خارج مدينة الموصل وبخلاف الحواجز انتشرت في الأيام الأخيرة مجميع مسلحة تسمى بجيش العسرة داخل مدينة الموصل وقال ضابط في شرطة نينوى التي تعيد تشكيلاتها ضمن معسكر تحرير نينوى في منطقة دوبردان شرق الموصل إن تنظيم الدولة يسعى منذ فترة إلى تطوير أسلحته من خلال بعض الغازات الكيميائية التي استولى عليها من الرقة السورية ومدينة الموصل وغازات في مختبرات علمية تمكن من الاستلاء عليها ويستخدم التنظيم مضادات أرضية في مقاومة الطائرات والمعروفة برشسات 57 لرد على أي تحركات جوية إلى جانب حرق إطارات السيارات لاستغلال سحب الدخان المتولدة لتمويه الطيران أو تخزينها لنفس الغرض اشتركوا في القناة